أهمية نموذج الأعمال وفوائدة عندما نتكلم عن أهمية نموذج الأعمال وفوائدة نحن نتكلم عن جوهر نموذج الأعمال لماذا وضعنا نموذج الأعمال؟ ما هي تلك الفوائد التي قد نستفيد منها إذا كونا نموذج الأعمال؟ ما هي الأمور التي قد يستفيد منها أصحاب الشركة؟ يستفيد منها العملاء يستفيد منها المطلعين يستفيد منها المنافسين يستفيد منها كذلك من سيدعم مشروعك من خلال نموذج الأعمال أولا تحديد العناصر الجوهرية وعندما تكلم عن تحديد العناصر الجوهرية بمعنى أنه لابد أن يكون لدينا فعلا تحديد واضح تحديد شفاف تحديد واقعي للعناصر الجوهرية لنموذج الأعمال الموجودة عندي ولما نتكلم عن عناصر الجوهرية نتكلم عن رأس المال، نتكلم عن الأفراد، نتكلم عن الآلات، نتكلم عن الأنظمة والسياسات، نتكلم عن المواد الخام، نتكلم عن المخرجات، العمليات المتخذة هذه كلها تعتبر عناصر جوهرية فعندما نحددها من البداية نستطيع أن نقوم بعمالنا بالشكل المناسب وبذلك من يخدمنا في هذا الموضوع هو نموذج الأعمال، فنموذج الأعمال هو من سيحدد لنا العناصر الجوهرية بدقة وبصراحة وبشفافية بمعنى أن لا يكون لدينا تخمين، ثم نبدأ بعملية توليد الأفكار توليد الأفكار من أساسيات ريادة الأعمال، ريادة الأعمال أصلا هي ناتج عن العصارة الفكرية، ناتج عن التفكير الجماعي ناتج عن كيف لنا أن نعطي كل ما هو جديد، كيف نستحدث الأمور الجديدة توليد الأفكار، لا نستطيع أن نبدأ بعملية توليد الأفكار ما لم يكن لدينا نموذج الأعمال فكلما كان عندي نموذج الأعمال، كلما كانت الرؤية واضحة بأن أستطيع أن أنمي فكرة موجودة أطورها استحدث فكرة جديدة، وبذلك توليد الأفكار هو منصدر أساسي عندما أستخد نموذج الأعمال سيكون عندي توليد الأفكار بشكل كبير جدا الثالث، الابتكار، والابتكار هو متطلب الآن وكثيرا من المؤسسات والشركات والمنظمات خاصة في الوضع الاقتصادي إذا لم يكن لديها ابتكار، إذن قد تصل إلى مرحلة عدم الفائدة أو قد تخرج من السوق وبذلك نجد أن كثيرا من المنظمات في وقتنا الحالي بدأت بخروج من السوق نظرا لعدم وجود ابتكار حديث، فكرة جديدة، كيف لنا أن نبني ما يسمى بالميزة التنافسية وهذا يعطينا انطباع واضح أن عملية الابتكار هو مطلب أساسي لريادة الأعمال ومطلب أساسي لنموذج الأعمال، فكلما كان عند نموذج الأعمال واضح كلما استطعنا أن يكون لدينا ابتكار، وهذا الابتكار بمعنى التغيير، التجديد إحداث سمه جديدة، إحداث صفة جديدة، إحداث منتج جديد، إظهار منتج بفكرة جديدة وذلك نجد أن كثيرا من المنظمات الآن على سبيل الافتراض سامسونج سامسونج تقول إحنا نحتاج كل يوم فكرة وعندما يكون عندنا كل يوم فكرة، نرجع إلى مثلا همية ثانية التي تولد الأفكار فلابد أن يكون عندنا ابتكار، وهي الفكرة الثالثة بمعنى أن الابتكار ينتج من عصارة الأفكار الموجودة لدينا سواء كان مسؤولين في هذه الشركة أو من يعمل داخل هذه الشركة النقاش، دائما نموذج الأعمال يعطي مساحة كبيرة جدا من النقاش يعطي مساحة كبيرة جدا من إطلاق الرؤية الواضحة للاستفسار وبذلك كلما كويجدنا موضوع النقاش موجود كلما كان لدينا فعلا تطوير وتغيير وتحسين كلما كان عندنا أفكار، كلما كان عندنا منافسة، كلما كان عندنا ميزة نفسية إلى آخر خامسا لغة مشتركة لا تجد في المنظمة أفكار أو أشخاص ليس لهم هدف واحد ليس لهم ولا واحد ليس لهم لغة في التعامل واحدة وهذه تعطينا ميزة أن نموذج الأعمال إذا تم استخدامه وتم فعلا سياغته أو تكوينه أو تصميمه بالطريقة الصحيحة كلما كان هناك اتحاد في الأفكار، اتحاد في الأعمال، اتحاد في التنفيذ وبذلك نستطيع أن نقول لغة جميع الأفراد الموجودين عندنا في المنظمة مشتركة بمعنى أن كلنا نحقق أهداف واحدة الجميع لدينا في هذه المنظمة لديهم خط إنتاج واضح يعملون بالعمل الجماعي، هدف واضح، رؤية واضحة وبذلك نطلب عليها ما يسمى باللغة المشتركة سرعة الإعداد ونقصد بسرعة الإعداد أن نموذج الأعمال يساعدنا بمجرد بس نطلق النظر في هذا النموذج لدينا انطباع واضح وسرعة في عملية كيفية إعداد العمل، كيفية إعداد التنفيذ كيف لنا أن نبدأ بإعداد فكار الاستراتيجية أو الخطة الاستراتيجية المستقبلية سابعا ترابط المتغيرات المتغيرات تعتبر أشياء أساسية في أي عمل من الأعمال من ضمن الميزات في مجال الأعمال أن يكون عندنا متغيرات متتالية ولكن نموذج الأعمال يساعدنا في أن يكون عندنا ترابط لهذه المتغيرات بمعنى اليوم غيرنا في الموضوع الفلاني أو في المنتج الفلاني أو في الخدمة الفلانية وبكرة يكون عندنا تغيير ثاني ولكن هذا التغيير الثاني مبني على التغيير الأول وبذلك نجد أن عملية الترابط في المتغيرات التي قد تحدث في المنظمات أو في الشركات إلى آخره نابعة من نموذج الأعمال وهذا يعتبر كذلك من الأهميات أو الفوائد الذي ينتجها لنا نموذج الأعمال اكتشاف الأنماط وبذلك نستطيع أن يكون عندنا اكتشاف لبعض الأنماط الجديدة بعض الأنماط التي قد تكون مولدة لأفكار حديثة بعض الأنماط التي قد تعطينا انطباع جيد في كيفية تنمية الأعمال كيفية تحسينها كيفية تغييرها كيفية استحداث الابتكار في هذه الأعمال وهذا يعتبر من ضمن الأشياء الأساسية التي نستخدمها من خلال نموذج الأعمال أن يعطينا اكتشاف لأنماط لم تكن مكتشفة لنا سابقا لم تكن واضحة لدينا سابقا ولكن باستخدام لنموذج الأعمال أصبح لدينا اكتشاف لأنماط قد تساعدنا في تنفيذ الأعمال بالشكل المناسب أو بالشكل الأفضل من ما هو معمول به سابقا